السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل في أكل معين وإحنا صايمين طالما يعني إن شاء الله بإذن الله قررنا إنها نصوم رمضان في فترة الحمل ممكن بعد الشر يضر الحمل ويدر الجنين آه في أكلات معينة ممكن إنها تضر الحمل وتضر الجنين فإن شاء الله النهاردة إحنا عنا عرفها معاكم دكتورة ريهم الشال أخصائي طبوة جراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب من طبيب التعلن بالزبط الأكلات اللي ممكن فعلا إنها تضرنا هي الأكلات اللي إحنا كنا سامحين بها قبل كده يعني مش يعني إحنا في المطلق كده في عندنا أكلات كنا ملعينها تماما على الحامل بمجرد إنها حامل بغض نظر هي صايمة أو مش صايمة فالموضوع ده منتهى منه هتلاقوا الدرس بتاعه موجود في صندوق وصف الدرس أو في نهاية الشاشة أو في أعلى الشاشة هتلاقوا يعني إن شاء الله حوالينا لكن الأكلات اللي فعلا بتضر الجنين بشكل مباشر طالما صمنا هي الأكلات الآتية رقم واحد الأكلات الملحة لمنوع إننا ناكل الأكلات الملحة بشكل كبير أو الحوادق أو المخليلات بشكل كبير أه طبعا المخليلات عندنا أزمة فيها لأنها بتبدأ إنها تخلينا نفقد كميات كبيرة الملح عموما بيعمل إيه؟ بيأخد المية اللي في جسمنا وتبدأ الكلا عايزة تخرج الملح الكلا مش عادة تخرج الملح من غير ما تخرج معاه مية فبالتالي ما هي النقل بتاعه هي الوسيلة للتنقلات بتاعته فبالتالي الكلا بدأت تخرج كميات كبيرة من المية من جسمنا عشان تطرد الملح الزايد عن الحاجة وبالتالي إحنا بدأ يبقى عندنا جزء منه جفاف طب دي إحنا مش مضطرين لده فبالتالي هنقلل الحوادق بشكل كبير جدا جدا في وجباتنا لأننا أصلا في المقابل إحنا بندور على كميات كبيرة من المية لأن دي أزمة كبيرة أننا هنفضل 12 ساعة أكتر من 12 ساعة في اليوم من غير مية فما ينفعش أبدا أكلات حدا تمام إحنا برضو هنفرق ما بين الملح والموالح يعني الملح اللي هي الحاجات اللي اتخللت وتحط عليها ملح الحاجات اللي إحنا المكسرات اللي بنحط عليها ملح كده وبنحدقها الناس اللي بيحبوا دايما يأكلوا كل حاجة بشوية ملح في ناس بتاخد اللحوم وتحط عليها ملح وتاكلها يعني هي طريقتهم كده وفرق كبير ما بينها وبين الموالح البرتقان والفراولة والمنجة جي اسمها موالح الموالح بتتمنع فيه حالات بسيطة ومعينة حالات اللي عندهم بعض الشر حصوات على الكلا أو بعض الشر أملح في تحليل البول وبتبقى القصة دي لها علاقة بينا إحنا كأطباء إحنا اللي بنقول نمنع الشيء الفريني لكن بصراحة إحنا بنحب جدا البرتقان في فايتامينسيو كميات كبيرة نحب جدا الفراولة والمنجة والسبانخ اللي فيها أصلا أملاح أجزالية عالية لأنها كل الحاجات دي فيها كميات كبيرة من الحديد وغيرها بيساعد على منتصاص الحديد فإذا هي كنز بصراحة من فعش أننا نسيبه إلا إذا اتمنعنا منه بالفعل إيه الأغذية اللي ما يدبش أننا أقول لها مع بعضها هو يعني قبل ما نجاوب على نقطة دي إحنا هنكمل بس النقاط التانية في الحاجات اللي فعلا ممنوعة علينا في الصيام وكانت مسموحة من غير الصيام للحامل زي الأكلات الحارة الأكلات المشط شطة يعني الحاجات اللي بنحط عليها فلفل كتير والحاجات اللي بنحط عليها شطة صناعي ليها شطة البودرة دي كتير دي أكلات برضو إحنا بنتجنبها كتير جدا في فترة الصيام لأنها برضو فرص إنها تعملنا الرغبة في إننا نشرف هتبقى عالية وللأسف برضو خروج المياه هيبقى عالي وبعد الشر ممكن تعملنا بقى حاجة تانية خالص اسمها هاي بوتينشن أو فازو تيلاتيشن إنها بتبدأ تخلي الدم يوصل لأماكن معينة بشكل زيد ولأماكن أخرى بشكل قليل وبالتالي بتعملنا برضو مشكلة في توزيع الدم في وقت إحنا مش هنقدر إننا نعوض في القصة دي يعني لو الكلام ده حصل في النهار إحنا ما عندناش اعتراض كلي ما يميكيش هتقدر إنك تعوضي وتشربي مياه وتاكلي كويس لكن لما بيحصل الكلام ده في نهار رمضان إنت يدوب اتصحرتي بحاجات حرة وبعد كده مش تضطي تعوضيها في باقي اليوم بتاعك من ضمن برضو الأكلات اللي إحنا مش عايزين ناكلها في نهار رمضان هي الأكلات اللي فيها دهون أنا أسفى فيها سيوم رمضان للحوامل هي الأكلات اللي فيها دهون كتير الدهون بتعمل لنا مشاكل في انتصاص الأكل بتعمل لنا زيادة غير مبررة في الوزن يعني إحنا في الحمل كده كده هنزيد اتطمنوا يعني إحنا معينا من 8 إلى 12 كيلو ودي حاجة طبيعية جدا جدا وهينزلوا بإذن الله بعد الولادة لكن الأكل الزايد عن الحاجة بيعمل لنا برضو مشاكل في زيادة الوزن غير مبررة قدرتنا على إننا نفقد الوزن ده بعد الولادة بتبقى صعبة جدا يبقى إذن إحنا محتاجين إننا ناكل صح ما ينفعش ناكل أكلات فيها دهون كتير بتعمل لنا حتى مشاكل في الامتصاص بتأخر لنا حركة الأمعاء بتعمل لنا تؤلف معدتنا بتعمل لنا برضو حاجات ومشاكل كتير آخر حاجة في الأكلات اللي بنمنعها في نهار رمضان هي الأكلات اللي بتبقى عبارة عن سوال كتير قوي 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 كده واحنا مش عارفين ناخدها وبنشرب كتير لحد ما بطننا تتملي ويبدأ إحصلينا ارتجاع وحمودة ونلاقي نفسنا ما احناش عارفين نتنفس ولا عارفين نعمل أي حاجة ونرجع نشتكي من الحمودة ونقول إن الصيام والد تعبنا لا مش الصيام والد تعبنا لتعبنا هي الطريقة وترتيبة الوجبات في الصيام الزبادي مفيد للحمود الزبادي ده رائع الزبادي ده اختراع يعني ده حاجة من الحاجات اللي احنا مش عايزين ننساها أبدا لكن لو جينا بقى للنقطة اللي فعلا اللي كنتنا سألنا عليها يقصد إن فيه أكلات بتتعارض مع بعضها أو فيه أكلات بتتعارض مع بعضها جدا زي إننا ناخد المركبات أو الأكل اللي فيه حديد مع الأكل اللي فيه كالسيوم طب ثانية واحدة بقى احنا عايزين العلم مش عايزين الردود العادية وخلاص العلم بيقول لنا إن الناتشرال أو المنتجات الطبيعية للحديد أو الكالسيوم لن يتعارضوا مع بعض بشكل كبير ومال إيه اللي بيتعارض اللي بيتعارض إن أنا أكون أكل واجبة فيها كميات كبيرة من الكالسيوم يعني واجبة فيها ألبان وزبادي وبروتينات جبنة مثلا ويجي بعد كده أخذ بعدها حباية الحديد أو بعضها من الحديد اللي مكتوب لي في الحمل ده بيتعارض مع الانتصاص بشكل ما طيب العكس كمان لو أكلت واجبة فيها عسل أسود وفيها فول وفيها لحوم كل الحاجات دي فيها حديد ونصف حديد عالية ويجي بعدها أخذ حباية الكالسيوم ده برضو بيتعارض مع الانتصاص طب أتجنب القصة دي إزاي؟ ما هو برضو يا دكتورة أنا لما باكل ممكن آكل لتنين مع بعض شوية حديد مع شوية كالسيوم مع شوية واجبتي معنش عارف برضو فيها إيه النتجنب القصة دي بإننا ناخد فيتاميناتنا بعد واجبتنا بنص ساعة من نص ساعة لساعة ما نتأخرش عن كده وناخد بعدها نص سلمونة أو برتقانة أي حاجة تزود الانتصاص ليه؟ تفتكروا ليه من نص سلمونة أو البرتقانة بزوده؟ هو أدتالي يا دكتور علشان فيتامين سي برافو برافو عشان فيتامين سي هو من أكتر الحاجات اللي بتساعدنا على امتصاص سواء كان الحديد أو الكالسيوم لو سفاتي من درس ضغطي علامة اللايك وشاركيه مع الكل اللي بتحبيهم ولو لسه جديد علينا اشتركي معنا في القناة عشان توصلك كل الدروس الجديدة وفعلي زر الجرس وشاركيه كل الدروس القديمة سواء كان في قيمة تشغيل تسعة شهور فرحة أو قيمة تشغيل عن الحمل والولادة وكل ما يخص صحاتنا نشوفكم على خير في درس جديد من أسئلتكم شاركونا في التعليقات أكتر سؤال بيشغل بالكم في الفترة دي إيه ويخص الصيام بشكل كبير قوي قوي من كل حبابنا في كل وطننا العربي يكون كل التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة